بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والكبال أوتادا وقلقناكم هزواجا وجعلنا لومكم ثباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المطرات لها أنزجاجا لنخرج به حفا ونباسا وجنات ألفافا إن يوم الفطل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أسواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسئرت الهبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاقين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيما وغزاقا جزاءا وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا حسابا وكل شيء أحصيناه حسابا فذوقوا فلن زيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائقا وأحنابا وكواعب أسرابا وكأسا بها قل لا يسمعون فيها لغوا ولا حسابا جزاءا من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه قطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال طوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر البر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت لي كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والناسعات غرقا والناسقات لشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجه الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئين واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث غوثا إذ ناداك ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى كرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية كبرا فكذب وعصا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربهم الأعلى فأخذه الله لكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يحشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بلاها رفع سمكها فسواها وأضطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وما أخرج منها باءها ومرعاها والهبال أرساها متاعا لكم ولألعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر إنسان ما سعى وبرث في الجحيم لمن يرى فأما من قرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المهوى وأما من قاف مقاب ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك من تهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرا أما من استغدا فأنت له تطدى وما عليك ألا يتذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة وارفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حفا ومنبا وقفا وزيدولا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وهبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يثر الأرض من أسيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل رئي منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس طورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا البشار عطلت وإذا الأشوش حشرت وإذا البحار سشترت وإذا النفوت زوجت وإذا الموهودة سينت بأيذا من قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء مشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أحطرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبخ إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين بطار ذم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه من أفق المبين وما هو على الغيب بضمين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءوا لإلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انتطرت وإذا الكواكي انتطرت وإذا البحار فترت وإذا الكبور رعفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليهم لحافظين كراما كاثمين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يخلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئل لله بسم الله الرحمن الرحيم وين للمطففين الذين إذا اجتالوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب المجار لفي ستين وما أدراك ما ستين كتاب مرقوم ويل يومئذ المكذبين الذي ليكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معدد أثيم إذا تهنى عليه آياتنا قال أساقير أولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم من ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطال الجفين ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين وما أدراك ما علميون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجودهم لطرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه نس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبزاجه من تسليل عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغربزون وإذا انقلبوا إلى أهلي انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضولون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وهلقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك شادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من موتي كتابه بيميله فسوف يحاكم حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من موتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو تبورا ويقنا سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركب النقب قمع طبق فما لهم لا نؤمنون وإذا قرأ عليه القرآن لا يؤمن فللذين كفروا نكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر الوير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذاك البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المهدود النار ذاك الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملوك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات تجري تحيي الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بضش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حبيث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط للهو قرآن مجيد في لوح محكوط جسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قرة ولا ناطر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول تصل وما هو بالهزل إنهم يكيلون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبه شفن ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوا سنقررك فلا تنسى إلا ما شاء الله الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك للنسرى فذكر إن نفعت الذكرا سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الغبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحب الأولى صحب إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصمة تخلى نارا حامية تشقى من غير ثانية ليس لهم طعام إلا من ضريح لا يسمع ولا يغني الجوع وجوه يومئذ ناعبة لسعرها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاعية فيها عين جارية فيها سرر مرضوعة وأشواب موضوعة ونمارق مصطوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف ربعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمطيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفر والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للهيحي أَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِعَادَ لِرَمَزَاتِ الْعِمَادِ الَّذِينَ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ وَكِرْعَوْنَ لِلْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادِ فَهَكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْقَ عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَمِنْ مِقْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَسِينَ وَلَا تَحَاظُّونَ عَلَى طَعَامِ النِّسْكِينَ وَتَأْكُنُونَ التُرَاسَ أَجْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيَئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذٍ يَتَبَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يَا لَيْتَ لِي قَدْ تَمْتُ لِحَيَاتِهِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوتِحُ وَتَاقَهُ أَحَدًا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهدكت ما لم نبدى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولسانا وشبتين وهديناه النجئين فلقته من عقبه وما أدراك ما العقبه فاشك رقبه أو إطعام في يوم ذي متغبه يتيما دام خربه أو مسكينا دام تربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهمة عليهم نار مقصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها كجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تمود بطواها إذن بعد أشقوها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فتمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها